السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة دروس الدعم والتقوية الابتدائي مرحبا بكم في فيديو جديد في حصة اليوم إن شاء الله سننجز الفرض الثاني للدورة الأولى لمادة اللغة العربية بالضبط مكون الصرف والتحويل للمستوى الخامس من التعليم الابتدائي للموسم الدراسي 2021-2022 إذن تابعوا معي سنبدأ بالنشاط الأول السؤال يقول أصرف الأفعال الصحيحة الآتية حسب الضمائر المطلوبة الأفعال لدينا ملا في الماضي يأمر في المضارع هما نقول هما ملا إذن هما ملا هما ملا هن نقول هن مللن مللن هن مللن أنتم مللتم أنتم مللتم نحن مللنا نمر الآن إلى الفعل المولي يأمر هما يأمران يأمرنا هن نعمرنا هن يأمرنا يأمرنا. انتم تأمرونا. نحن نأمر. في هذا الفيل نصرفوه في المضارع. نأمرو. نحن نأمرو النون التأ الياء. هما يأمراني. هن يأمرنا. انتم تأمرونا. هم يأمرونا. نحن نأمرو. نسبة الفعل ملا. هما ملا. هن مليلنا. انتم مليلتم. نحن مليلنا. هذا بما يخص الفعلين مر ويأمرو. بالنسبة السؤال الأول لدينا هنا فعل مضعف ملا. هنا فعل مهموز أمارة. نسبة السؤال الثاني. سنصرفوه فيه الأفعال المعتلة. وصرف الأفعال المعتلة. الآسية حسب الضمائر المطلوبة. إذا الأفعال لدينا أهابو. يعني فعل وهبة. معتل ألفاء. ثم هنا لدينا قم. يعني فعل قامة. يعني فعل أجوف. إذا نبدأ. أنا أهبو. أنتما تهباني. تهباني. أنتنا تهبنا. هم يهبون. أنت تهبين. ننتقل الآن إلى الفعل الموالي. قامة. ولكن في الأمر. أنت قم. أنتما قوما. قوما. أنتنا قمنا. هم لا يمكن. كأنه ضمير غائب. ممكن لنا أن أمرو شي حد ما كانش غائب. إذا أنت. بالنسبة لأنت. قومي. قومي. إذن ونقول. أنتما تهباني. أنتما قوما. أنتنا تهبنا. أنتنا قمنا. هم يهبون. أنت تهبين. أنت قومي. نمر الآن إلى السؤال الثالث. أحول الجملة التالية. حسب الضمائر المطلوبة. مر بين الصفوف. ودعا التلاميذ للتركيز. إذن أنا مررت بين الصفوف. ودعوت التلاميذ للتركيز. نكتب. أنا مررت. إذن فعل مرة. فعل مضعف. في الماضي. مررت بين. بين الصفوف. ودعوت. ودعوت التلاميذة للتركيز. للتركيز. الآن مع الضمير. هم. هم مروا بين الصفوف. ودعوا التلاميذ للتركيز. هم مروا مروا بين الصفوف. ودعوا التلاميذة للتركيز. للتركيز. رابعا أذكر التغيير الذي طرأ على الأفعال أثناء تصريفها في الأزمنة الثلاثة. الفعل في الماضي أكل تصريفه في الأمر. كل قصة في الماضي قصصته فيه إذن أنا قصصته حتى هي في الماضي هنا هو قصة أنا قصصته وصفة هو وصفة في الماضي صف في الأمر إذن هنا عندنا فعل مهموز حجفة الهمزة. هنا يا قصة هنا عندنا تفكيك التضعيف وكان عندنا هنا حرف الصاد مضعف هنا يفكيك التضعيف فكيك. ثم أخيرا وصف صف حدف حرف العلة لهو الواو. حجفة حرف العلة بين قوسين الواو.